عمل حسابه إن محمد ده يجيله كورونا أصلاً؟ يعني ما أكيد ما كان فيه حاجات كده خارج التوقعات يعني؟ مظبوط يعني إحنا بنتكلم برضو في الكابتن هاني إن الناس اللي هي خبرات كبيرة في المنتخب عندها خبرات دولية لازم تبقى موجودة الفترة دي إنت يعني خاصة أخلي بالك برضو الناس لو ترجع بالتشكيل بتاع الكابتن حسام البدري في ماتش السنة اللي فاتت نوفمبر أمام كينيا وجزر القمر كان متواجد كهرباء ولعب كراس حربة كمان يعني فترة من الفترات لعب الماتشين أولاً ولعب جزء من المباركة كراس حربة بس ده بيربطنا يا سمير تاني إن هو كهرباء كان لسه رجليه في الملعب ومخلص الدوري مع النادي اللي هي بشكل كويس ويمكن البديل ما كانش على نفس المستوى البدني يعني لا هي دي بربع عليك فيها كابتن هاني يعني أنت في المطبخ زي ما بيقوله عارف يعني كهرباء رجله في الملعب ولعب أفريقيا معناها ومفنش آخر 3-4 مشاط في الدوري وأحرز أهدار فهو يبقى هو الأقرب ويعني وكابتن حسام هو اختار يعني حجمها شوية أهلي زمالك بيرامد حسام حسن السموح السموح فالعملية اتحجمت شوية فخلط يعني أحمد فتحي ماشي من نادر أهلي يمشي من المتخب كان في مجملات يا كابتن سمير كان في مجملات مش مجملات ممكن يكون سوء اختيار في اتنين أو ثلاثة ما اقولت حضلك في بداية الكلام ان المدير الفني مش هيعمل كل حاجة صح في نفس الوقت هو مش عايز يخسر يعني مستحيل يكون فيه لعيب هيفيد المنتخب وهو مش هيدمه فممكن تكون دي يعني ايه يعني نقول لي هيرو بتمنو شوية هيرو بتمنو الفترة اللي فاتت ليه ما عملش معسكرات مغلقة يعني بتفسر بإيه عدم اقامة معسكر مغلق للفريق مفيش وقت مفيش وقت جات كورونا يعني ممكن ستمائة واحد وستين يوم مفيش منتخب مفيش معسكرات مفيش أي حاجة يعني اندخلنا على سنة فدي بتسبب مشكلة مفيش تجانس ومباراة مبارح برضو من النقطة كابتن هاني أثر على أداء المنتخب الوطني الفني معظم قوات المباراة فدي برضو يعني الوينش ما لعبش مع مصطفى محمد في المنتخب ما لعبش مع عبدالله السعيد ما لعبش مع تريزي جيل ما لعبش جنب حجازي ما لعبش جنب حجازي آه رب الناس وهو هاني الربائي خط الظهر مع شناوي الربط مع الحارس ما لعبوش مع بعض ده صحيح ده صحيح